الحقيقة النهاردة كمان عندنا في حلقتنا زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على الدوريات الأوروبية الكبيرة وصلت فين الترتيب في القمة وفي القاع اللي بيحصل في الدوري الإنجليزي واللي بيحصل في ليبر بول تاني دايما وخروجه طبعا من الـ FA Cup على مستوى كاس الاتحاد الإنجليزي هنتكلم كمان عن الدوري الأسباني وحنركز كمان شوية بقى 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 فترة كبيرة ما تكلمناش على الدوري الألماني الحياة الدوري الألماني مشتعلة لحد كبير بعدما الناس كانت بتتكلم البايرن هو خلاص يعتبر بطل هذه النسخة لكن فيه مشاكل كثيرة في البايرن آخر تلات مباريات بحقائش فوز على الجانب الآخر دورتمون سريع جدا في انتصارات متتالية ويمكن الفرق بقى نقطة واحدة عن التكلم بالتفصيل على الدوري الألماني والشكل الجديد أو المنافسة الجديدة اللي ظهرت في الدوري الألماني زي ما قلت لحضراتكم هيكون مشرفنا النهاردة في حلقتنا النهاردة محمد الباز وهو الراجل يمكن عاش في ألمانيا كتير جدا واخد شهاداته من ألمانيا وان شاء الله يكون موجود معنا ويمتعنا بحديثه عن الكرة الألمانية ما نساش كمان الدوري الأسباني الدوري الأسباني فيه منافسة قوية جدا ما بين برشلونة وريال مدريد المباراة أو الكراس الموسيقية راحة جاية الدوري الألماني على سبيل الإيطالي على سبيل المثال فيه استمرار لصحوة نابولي اللي بيقدم أداء أكثر من رائع فيه كبوة كبيرة جدا لفريق الميلان بطل النسخة المادية من السري A كل ده هنتكلم وهنتكلم فيه يمكن برتم سريع أن نوصل لحضراتكم المعلومة وتكون عايشين معنا في الكرة العالمية قبل ما نخش على الصحافة العالمية أكيد معنا بعض الأخبار السريعة في المحترف أول خبر معنا اقترب أحد طبعا اللاعبين البارزين في صفوف اليوفنتس الإيطالي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المركات الشتوي الحالي طبعا رومانو خبر انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا وستون ماكيني وستون ماكيني لعب وسط اليوفنتس اكتاز بنجاح الفحصات الطبية الخاصة بين دمامه إلى ليدز يونيتد رومانو أضاف أنه ماكيني حينضم لليدز يونيتد على سبيل الأعارة مقابل مليون ومتين ألف يورو حتى نهاية الموسم حتى الصيف القادم كمان قال فيه بند في هذه الأعارة أن نية البيع في حالة بيعه سيتم تحديد مبلغ 33 مليون يورو وقد يصل المبلغ بالمتغيرات وبالكوميشن وبالمكافئات إلى 40 مليون يورو طيب فيه خبر عندنا كمان من برشلونا تشافي أرنديس طبعا المدير الفني لبرشلونا يعني بيقول رحيل اللاعب هكتور بيرلين حينتقل في الموسم أو في المركات الشتوي وجاء طبعا تشافي عمل اجتماع مع اللعب الأسباني وقال إن الإدارة وفقت على رحيله علشان يستمتع بلعب كورت القادم يمكن فترات الفاتد ما كانش بيشارك وتشافي وجه الشكر إلى بيرلين وخلال الاجتماع اللي جمعه وقال له إحنا نزيل أي عقبات بالنسبة لك أمام رحيلك على برشلونا وانتقاله الأحد الأنتجي حيرحل اللاعب لصفوف سبورتينج لشبونة خلاص خلال الساعات اللي جاية حيرحل إلى الدوري البرتغالي من خلال سبورتينج لشبونة خبر تاني وكان خبر يعني خبر كان غريب على بعض الناس خاصة على مشجيع المان سيتي فريق المان سيتي واللاعب الدولي الكبير البرتغالي كانسيلو كانسيلو حينتقل إلى صفوف باير ميونيخ طبعا بشكل مفاجئ جدا في ألميركات الشتوي الحالي قرر كانسيلو الرحيل إلى على سبيل الأعارة طبعا لبايرن بعد ما خرج من حسابات جارديولا خلال يمكن 3-4 مباراة اللي فاتوا ما كانش بيشارك وفضل اللاعب إنه هو يشارك بشكل مستمر مع البايرن ويمكن رومانو طبعا خبير الانتقالات في سوق الانتقالات في أوروبا قال إن خلاص البايرن هيتعاقد مع كانسيلو على سبيل الأعارة وإن الاتفاق ما بين الناديين وصل خلاص للمرحلة النهائية يمكن كمان بنية البيع لو حب البايرن يشتري كانسيلو في نهاية الموسم وضع تقريبا المان سيتي وضع حوالي 70 مليون جنيه سرليني للاستغناء عن كانسيلو عاز أقول لحضراتكم ردود الأفعال لجماهير المان سيتي كان فيها مفاجأة كبيرة جدا كل ردود الأفعال على السوشيال ميديا في إنجلترا وخاصة في المان سيتي في صدمة من هذا الموضوع لأن كانسيلو كمان من اللعيبة مفاتيح اللعب للمان سيتي وعنصر مهم جدا في فريق وبالتالي كان خروجه مفاجأة للجميع ولكن لغة الاحتراف هي اللي سيدة في أوروبا وخاصة عارفين إن الجارديولا كمان محضة لعيبة شباب على مستوى هذا المركز عايزين كمان يمكن اسم كانسيلو يمكن ارتبط في المرحلة اللي فاتت ببرشلونة والميلان خلال طبعا فترة الانتقالات الشطوية لكن زي بم نتكلم الظروف المالية هي المتحكمة بشكل كبير جدا ويمكن تم يعني الاتفاق مع العملاق البافاري باير ميونيخ لانتقال كانسيلو الحقيقة نهاردة كمان كان فيه أرعة نصف نهائي بطولة كاس أسبانيا اللي أصفرت عن كاسكو جديد الريال مادريد أمام ببرشلونة حضراتكم عارفين إن فيه أربع فرق لنصف النهائي كانت ببرشلونة ريال مادريد أتليتيكو بلباو وأوساسونة جاءت نتيجة القرعة أن أوساسونة لعب أتليتيكو مادريد وريال مادريد أمام ببرشلونة اتحدد معاد مباراة ريال مادريد وببرشلونة هيكون لقاء الزهاب إن شاء الله يوم واحد مارس المقبل أما موجهة الإياب هتكون يوم خمسة إبريل في طبعا في الكامب نور ببرشلونة كان اتأهل بالفوز واحد صفر على ريال السوسيزاد وفاس ببرشلونة على أتليتيكو مادريد بنتيجة 3-1